الأسواق العالمية بنفتحها ازاي لمنتج من صناعة قيلة زي عوان الطهي بتعمل ايه؟ احنا بنشترك في معارض وبنتواصل مع تجار ومستثمرين في أماكن جتير في العالم احنا حاليا متوجدين في أكثر من 25 دولة وفيه فرصة دايما للتوسع في أوروبا وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي الدول العربية كان لسنوكي في أوروبا، ألمانيا، فرنسا موجود في بعض دول أوروبا، ده حقيقي بس الأكثر طبعا في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي الدول العربية منتج زي ده؟ بنسعره ازاي؟ طبعا بنقسي تكلفة تكلفة الخامة وبنضاف عليها التكليف الأخرى السابتة والمتغيرة من عمالة وخدمات وفي الآخر بيتحط هامش ربح طبعا لازم يكون بشكل تنافسي عشان نعرف ننافس السوق المحلي وسوق التصديق وده اللي بيدينا ميزة قوية ان احنا الحمد لله بنقدر ندي جودة عالية وأسعار منافسة جدا محلي ودولي أخيرا